ابتداء من سنة 2016، جربت شركة فيسبوك الاعتماد على مقاربة جديدة في بناء نموذجها التجاري. لا تقوم هذه المقاربة على الانطلاق من الصفر، ولا على شراء مشروع سبق أن حقق النجاح. في الواقع، بعد أنفاق عدد مستخدميها المائتي مليون شخص في الشهر، بدأت الشركة بالتعامل مع خدمة المراسل الخاصة بها على أنها شركة ناشئة ضمنها. فتحول تطبيق ميسنجر عندها إلى تطبيق مراسلة مستقل يتميز بخاصيته وفلسفته وناموذجه التجاري الفريد من نوعه. بعدها أطلقت فيسبوك إعلانات ميسنجر التي تتيح للشركات إمكانية شراء مساحة بين أسطر التحادث الخاصة بكم. وبالتالي بات ميسنجر أحد مواقع العرض التلقائي لإعلانات فيسبوك إلى جانب تطبيق فيسبوك الأساسي وتطبيق إنستغرام وجمهور شبكة تطبيقات ومواقع أخرى. هذه الإعلانات المعروضة قادرة على بدء محادثة معكم لإقناعكم بشراء منتج أو خدمة. تتيح هذه المحادثة للشركة مباشرة بعد بدئها إرسال المزيد من الرسائل الإعلانية. قد تضايقكم هذه الإعلانات كونها ملصقة برسائلكم الشخصية. حتى الآن لا تتوفر أي طريقة لتعطيل إعلانات ميسنجر بشكل دائم، ولكن يمكنكم النقر على السهم الموجود في الجهة اليمنى من أسفل الإعلان واختيار إما التبليغ عنه وإما إخفائه.